اشتركوا في القناة جاء ذلك لدى استقبال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الأستاذ جاسم محمد لبديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث رحب معاليه بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا بالجهود التي تبذلها الأمان العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز أطر التعاون والتنسيق الخليجي المشترك والدفع بها نحو مستويات أشمل بما يلبي التطلعات والمصالح المشتركة كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس وبالأخص فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي والمالي ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك